اشتركوا في القناة وذلك صباح اليوم بمعسكر الاصخير واكد معالي مدير اركان الحرس الوطني ان سلسلة تمرين تعاون لمكافحة الارهاب التي تواصلت حتى النسخة الرابعة تعكس عمق التعاون العسكري بين صرحي الحرس الوطني والمستوى المتقدم لتبادل الخبرات بين المنظومتين العسكريتين واشار الى ان تعاون اربع يمثل اهمية بالغة باعتباره يرفع من مستوى الجهازية واليقظة الامنية في حماية المنشآت النفطية والتي قد يمثل التعرض لها تهديدا بالغا للسلامة العامة ومقدرات ومكتسبات الوطن واشاد معاليه بالمستوى المشرف الذي اظهره رجالات الحرس الوطني في البلدين الشقيقين خلال تنفيذهما لمعاضل التمرين الذي يهدف الى تدريب القوات على كيفية التعامل مع الدفاع الكيماوي واستخدام المعدات الهندسية في التعامل مع اية اجسام غريبة ونقل معاليه تحيات الفريق اول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني الى كافة المشاركين في تمرين تعاون اربعة مهنيا بنجاح التمرين وما شكله من نتائج مهمة على مستوى تبادل الخبرات بين صرحي الحرس الوطنية بدوره اكد سعادة الفريق ركن مهندس هشام الرفاعي وكيل الحرس الوطني الكويتي ان العمل العسكري المشترك بين الحرس الوطني الكويتي ونظيره البحريني يأتي تنفيذا لبروتوكولات التعاون الموقعة بين الجانبين والتي تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وحدة العمل العسكري المشترك في حماية الامن الوطنية